ديباد الحرب الروسية الاوكرانية الله يلمس قلوب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الاوكراني فلوديمير زيلنسكي الله هو الذي يحني القلوب حيث يريد قلوبهم هي تيار من الماء في يد الله يا رب احني قلوبهم من اجل السلام بسبب الارواح رب الرحمة هو انت الذي توقف القتال حتى نهاية الارض هو انت الذي كسر القوس والذي كسر الرمح تستهلكها النار دبابات الحرب دع هذه المعركة تتوقف واعلمهم انك الله الذي يحكم جميع الامم وكل الارض مزمور 46 اية 10 الى 11 امل ان يصلي ابناء الله الذين لم يعودوا يريدون ان تموت الارواح خلال هذه الحرب الله يبحث بيننا رجل امرأة طفل يرفع جدارا يقف في الخرق امام الله لصالح الروسي واوكرانيا حتى لا تبيد ارواح هذين البلدين حزقيال 22 الاية 30 قرأت كلمة الله في اسم الله يسوع المسيح الرب الناصري ابحث فيما بينهم عن رجل يرفع جدارا يقف في الخرق امامي لصالح البلاد حتى لا ادمرها لكن لا يمكنني العثور على اي منها نبدأ هذا الصيام غدا 6 مارس 2022 من السنة الميلادية من الساعة الحادي 10 و59 دقيقة مساء النقطة ام حتى يستمع له الى صلواتنا وتتوقف هذه المعركة دع اولئك الذين يستطيعون القيام بالصيام الجف يفعلون ذلك واولئك الذين يستطيعون كسره كل ليلة يفعلون ذلك يتتبع له الطريق الذي لا توجد فيه اي طريقة كما يخبرنا كتاب اشعيى 43 الاية 16 قرأت كلمة الله بالاسم القدير لرب يسوع بيسوع المسيح الناصري وهكذا يتكلم الرب الذي جعل الطريق في البحر وفي المياه الجبارة مصار دعا الناس يتذكرون هذا المقطع الكتابي الى الرب يسوع المسيح الذي هو في لقى ثمانية الاية 24 قرأت كلمة الله باسم الرب يسوع المسيح الناصري اقتربوا منه وايقظوه قائلين سيدي سيدي نحن يهلكون وبعد ان استيقظ هدد الرياح والامواد التي هدأت وعاد الهدوء اليست الارواح تموت في روسيا واوكرانيا بسبب الله دعونا ننظر فيما يحدث بجدية حتى لا تحدث الحرب العالمية الثالثة امامنا كما حدث في الحرب العالمية الاول من عام 1914 الى عام 1918 حيث فقد ثماني عشر مليون شخص حياتهم وست ملايين من العجزة الافواه المكسورة وعشر ملايين حوالة وثات اضافية فيا اوروبا بسبب الانفلونزا الاسبينية فيا الفترة من 1918 الى 1919 وتسبب في تدهور الاحوال المعيشية مما ادى الى عودة الاوبئة ولكنه شهد قبل كل شيء تغيرا عميقا في تكوينه لان نموه كان بسبب الهجرة حصرا تلتها ازمات اقتصادية فضيعة لا توصف كان السبب المباشر للحرب العالمية الاولى هو اغتيال وريث العرش النمساوي الارشدوق فرانس فردينان في 28 يونيو 1914 في سريفو الحرب العالمية الثانية من 1939 الى 1945 حرب بدأت عندما هاجمت المانيا بولندا فقد 40 مليون شخص حياتهم واستسلمت المانيا في 8 مايو 1945 السؤال من هم الفائزون في هذه الحروب لا احد ما عدا فقدان الارواح البشرية واللعنة الابدية للنفوس واليوم فان الهبوط التدريجي والكلية للقوة العسكرية لحلف شمال الاطلسي منظمة حلف شمال الاطلسي في البلدان السابقة للاتحاد السوفيتي هو الذي يدفع روسيا الى مهاجمة اوكرانيا من اجل تكسيد اوكرانيا كما ذكر للرئيسة لروس فلاديميرا بواتين بعدة اديان خلال خطابته ماذا سيتبع ذلك؟ لا احد يعرف الله يوقف هذه المعركة والد دو الامم الرسول دفليه غبري شلوم شلوم شكرا لكم